السلام عليكم مساء الخير كيف الأخبار إن شاء الله طيبين كيف أحوالكم كيف الأخبار إن شاء الله طيبين شوف فرق الصوت بيننا وبينكم كم طيب ما فيت علاقات لي يحفر كيف الأخبار نعمان كيف الأخبار توفيق ينكيس ميسو ميسرة طور اليلفة حبيبنا عمر سرر عمر سرر شن يا صاحبي لقيتك شعار يا صاحبي أه؟ في خدو شاما فايت الناس وساما أه؟ أه؟ قو القاسم كيف الأخبار؟ جبريل أه؟ باب الريان فوزي مريم الحسين سماع عبدالله عمار جنو مصاب المحسي عبدالله جويش فوزي محمد المهل احمد بحيري اباشا كيف اخبارك رسام محمد بكري برتول هنذا الطيب سيفوة الطيب مورا عبدالسميع هنالالي انو تضحك يا عمر السرر اقيتك صعب لكن اصعبي شغل ده اصعبي موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 قل اشتركوا في القناة يعني اشتركوا في القناة 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 ده بحثي قاعد في السعودية هو و تاني ده شف شف با الملكة المؤسس ده كلا بيخدموا فيه نظام اتبع هل ما بتعرف الجنس اللاسود ولا شنو السعودي ناسي هادة السعودية ما بيقدروا يقولوا الكلام ده ما فيه سعودي بطلع لايف اللي يكون برة ومسحوبة منه الجنسية والتابعية خلوه لانه بيخدم فيه المشروع في مرحلة معينة بعددك بيكفل بلعته لكن التسعة وتراثين لانه ما فيه حاجة يكتبوا فيها لا 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 احنا ما عندنا الموضوع ده عندكم في حساباتكم 118 سهيد عندنا في حساباتنا 145 شهيد من يوم 25 عشرة لحد الآن طلعنا قلنا ليكم وروا الناس القبل ما يموتوا عرفوا ليهم مدنية وتبنوها قولوا ليهم يا أخي الناس الخانوكم وخانوا العهد لأن الناس كانوا كلها ضد الأحزاب قولوا ليهم يا أخي في دي الورقة أمجد فريد ما بيجي وجي صالح ما بيجي حمدوك ما بيجي مريم ما حتيجي واطلعوا الشارع تهلنا ما طلبت حاجة الناس اللي كانوا برسلوا لي يا صرفة انت ساكت في ظروف زي دي انت بداعم للانقلاب حسح هم دين سكتوا الدماء دي معلقة في رقابكم الشير والساهم في الشير والقال أنا أحرد ده كل الدماء بتاعتنا 145 ما عشي لحمدوك ولا حمدتي القاتل ولا البرهان انت زينتوا ليهم شير معلومات من جوا ماتوا 17 نفر في رقابتك الزولة الثاني اللي قاعد بردك أبو القدح ما طلحت طلع ما خلت ليه حاجة انت والتالي أبو سلاسل ذاك جي هو لهم سلاسل مرسل ليه قال ليه أنا ردمتك وردمت ميتينك في جروب كيف تقول للناس ما يطلعوا الشارع قلت ليك ما قلت ليهم ما يطلعوا الشارع طلعوهم بس ورواهم منهم طلعين لاشنو لأنه حسيتوا لفيتوا كتلتوهم كتلتوا خيرة الناس اللي ممكن يغيروا الشارع وجيفوا ضدكم ورسلتوا ليه هنا الجواسيس حقينكم البلغوا فيه والاعتغلوه والسلموه في العربية والسلموه في مدني والسلموه في كسلة أنا لسه ما تكلمت وما قلت اسمها الناس بتريف أنا ما قلت اسمك هذول في زولة عديم خبرة ما بعرف الشغل بتاعي لقط الكلام وخدت لك أداك فرصة أنت تمرق لكن أنت قابليها بأسبوعين الناس ضحاياك كانوا بيكتبوا عن المخدرات وأنك تبلغت عن فلان ومعاك فلان أبيت ترد عليها قمتها خدت تحت إطار وعنوان الإنصرافي المشاطن ببزني عينه هو غايد عليه حملة ما ركتمين دي أنت قاير روحك بتمرق تمشوين ما هو ستة الرجفة بتاعت الترباز حق حسام الصياد دي كده قالوا المحكمة مشتكتبت لينا الإنسان لا يتباغض لا 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 بنتباغض لا 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 حسابكم جاي أعملوا الدائرينه أعملوا الدائرينه اللي بتعملوا فيه ده دي نهايته دي مش الشوارع مش الشارع قدامكم بس بيننا وبينكم الشارع ده حتشوفوا يا أحزاب يا تسعة وتلاتين قلتوا للناس دي أطلعوا أبيتوا تحقينوا دماؤهم من أول يوم خمسة وعشرين ماتوا الناس قدام الغيادة وجهتوهن يمشوا الغيادة يمشوا الغيادة للزولة القالبة عديل ورواهم مركز يتحركوا منه مشاهيتوا كالتلتم في شهر عالستين مشاهيتوا كالتلتم في بحري مشاهيتوا كالتلتم في مدرمان في عطبرة في بورسودان في كسلة ما خليتوا حتى ما كالتلتم قفلتوا صفحاتكم الأربعة خمسة شهور الفاتت يا ناظم سراج بتتبكى في شنينت الحوجة دمع طلعتها في مؤتمر بتبكي ما سألناك من البيكة والبتاع نقلت لينا لايف بتاع الفنان المصرية في صفحتك دي مش الصفحة اللي كان بتلمى الجروش عشان تسقطها الانجلاب بتاني ترفعت الفراش قالوا يا أخي سيد بي عشان ما قالوا ده اتقفل الصفحة ده عند خرابيت ساي 24 ساعة فتحت حلو قال شنه قال نحقين الدماء ولو دعوك للسلام ولو دعوك ولا ردة ولا ردة شنه يا زولي لا ردة عديل والرجلة مستحيلة لا ردة سألناكم من الشهدات ديل كتلتوهم في شنه ده الموضوع الأول مطالبتكم بحقوق الشهدات الماتوا ديل ده الموضوع الثاني أي كلام في النص احنا ما دارين نسمعه لأنه البلد دي حسي مدورينها حركات مسلحة ومتمردين وماليشيات يعني حتى السياسيين ما عندهم غيمة سنة كاملة ماشية طلعت أنا يا أزهر يا أبو اليسر تذكر قلت لك أنت ودكتور لو أية عبدالله بتاع أمريكا تطلع جاهل في الردع للي انصرافوا منها ما طلعتاني قلت لكم بيننا وبينكم سنة وثمانية شهور قلوا ليه وندارين انتخابات حتى لو مدعملت انتخابات إن شاء الله ما تقوم انتخابات كلموهم عشان تكفلوا باب التسوية وباب الوفاق وباب تدخل الحركات وباب وصول الدعم السريع للمرحلة قلوا ليهم بس ما بنتفاهم معكم انتخابات بس أكفلوا الباب أحفظوا دماء الشعب السوداني أبيتوا لكن لأنه الدماء الجادي حقاتكم يا سيد بي إيشتا انت بتقول لي يا أخو والله من اللي بدعوه إلى السلم لا يرفض لأنه بنرفض السلم يا زور لأنه الدماء الجادي حقاتكم الغالية لأنه أولادكم بعد شوية حتتفنشوا انت حتجي السودان مكلبش انت حتجي السودان السودان الجارم منه بيتخربوا فيه ده حتجي وتتبقوا عليه بيننا وبينكم ستة شهور الكوكب ده كل بيقع يا شعبي يا سوداني ما عندكم غير السودان عايشين برهم ومسوطين وفهمان لا حتآمنوا لا لا ما في حاجة السعودية حتكفل لا لا ما في حاجة حسي باب غطر ده فتح باب غطر فتح دماء الإسلاميين باب غطر فتح دماء يتشوف يا سيد بيه إشتا يا البوشي السيسي بتاعك ما مشاركة التميم يتبعناها السيسي عنده شنو في في خطر عنده الإسلاميين المصريين الكوكب يدارب الإسلاميين والإسائرين في المرحلة دي يا أخواننا ما تستعجلوا لا لا ما در تفهم رحقينوا دماء الشباب ديل بإنه توروهم يماتوا عشان شنو قتلتوهم في فضل الاعتصام أحمد ربيع وبتكلم مع كوادرو واحدة من كوادرو في صفحة واحد كده حبيبنا كله ستة شهور يعني هو بيحترمني ثلاثة دقائق في السنة 356 يوم 64 يوم 18 ساعة بكون كاريني فكتب بوست عن واحدة زمان معرفة اسمها حاجة كده اسم مجهول سر حاجة وهي كانت لها هو لقطتها المثقفات وشنو طلعت في النهاية صفحة واهمية عاملة واحد فواحدة الأستاذة قمرية عمر كتبت إنه دي زي اللي انصرافي الأستاذة قمرية عمر دي من الناس الكتبوا الميساق بتاعت تجمع المهنيين وكانت عضو في اللجنة المركزية بتاعت تجمع المهنيين وكانوا في الناس اللي بخشوا الغيادة وجا تسند على الكلام دا اللي استاذة منه ميرفة النيل لا لا تايزة اللي انصرافي ميرفة النيل اللي الكتبت الوسيغة وكانت بتخش الغيادة العامة وبتخش جوه الغيادة ولما بعد ذاك مسكوها منصب عاملة فيها لقاء في الإزاعة بتاعت الرادي بتاع من درمان ماشى الدعم السري كان عنده عسكري بر قصة مشهورة كتبتها هي ذاتة العسكري قال لا ما بتخش تخش ما بخش قشط فيها كف ضربت للمدير بتاعلي زع زعته دعته وقدهه كف دا عسكري دي الكتبه الوسيغة جاينا تكلمه في صرفه ايش دخل أمك معي انا اخسم بالله العظيم ما لقاني زول سموه اسم مطابق لو زيك يا جمرية طيرة ابوكي سمك جمرية فعلا انت طيرة كتبت الوسيغة وتحملت دماء الناس دي وطلعوك برى التفاوت وبيقيت احسي لايسا في القروبات وفي صفحات وصلت الدرجة الخمستاشر يعني صفحات الزول انا بتكلم عنه ده صفحات الدرجة الخمستاشر بيقيت تمشي تعلغي فيها انت وميرفت وين دخولكم زمانا الغيادة العامة وقعاتكم مع ياسر العطى والبلكونة بتاعت الغصر الجمهوري مولعين السجارة مع الكباشي والوفدي دخل والوفدي طلع بيقيتوا لايسين حسي في القروبات انت ما خدعوك لانك اسمك طيرا ابوك سماك طيرا انا اعمل شون لكن انا ما حسميكي قمرية عمر انت والله المفروض يسموكي قصرية عمر ميرفتاني لانت ما طردوكي هنا في شرعة الستين مشيتي جيبت صورة واحد من الكوادر بتاعنا الشارع دي من السوار خطيته تاني يوم طعنوه لا كتلت زول انا لا وشيد بيزول اللي تكلمت في زول بحافظ على دماء النازل لكن لانو انت اسمك جمرية يسوي لك شو يعني الحرية والتغيير تلعب بيك الكباشي لعب بيك حسي جات الحركات المسلحة لحبت بيك قاعدة في البيت حسوي ايشنو تشيل الكشف ده بعدين تمشي تقابلي ربنا سؤال الاول فضيتوا الاعتصام كان عندكم كم اليوم دك سمحتكم كلام الكباشي قال اتفقنا مع اخوتنا في الحرية والتغيير ما فيهم واحد كلب طلع الردة لا قلنا احنا عارفين الانصرافي كوز انا يفهم كلامك افهم قدسيتك ومحافظتك على الشعب السوداني ارد ليه على كلام الكباشي كنتوا معاهم ولا لا جيب ما يثبت كلام الكباشي يثبت بس ردوا على الكباشي كذاب ولا ما كذاب قاعدين تتفاوضوا امجد فريد قال يا اخي الحرية والتغيير بالليل بتقعد مع الدعم السريع المرة دي ما قال الجيش ما قال المكونة العسكري قال مع الدعم السريع الراس عديل وبالصباح بيوصفونا بانه احنا فلول وكيزان ده لأمجد فريد امجد فريد كان مستشار حمدوك طالعين يقولوا يحقينوا الدماء لأي تحقينوا الدماء لما انكتلتوا الناس دي ما كنتبتوا سكرين حقنا الدماء يا سيد بيقشتا حسيوا سبحان الله ربنا اداك الوعي حسي بيرفت انه الناس تقعد للتفاوض ما قلتوا لا تفاوض ده كان شعارك ما لك كاتبه بتنط ما لك لانه دي سياسة يا صرفة سياسة بيدي ما قال لأولاد دي المستقبل انضاع وحياته انضاع صح والموضوع بتاع التسوية واسمه وثيغة الطراضي فحملتي لاجلوا وفدي اهلي كده بتكلموا عن التسوية والوثيغة والطراضي السياسي والله يا اخوان انا ما قادر استوعب التلاتة مصطلحات دي لا 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 ما قادر تعافها متحول الديمغراطي يعني شنو ومدنية يعني شنو جاهدنا حاجة اسمها التسوية تسوي شنو التسوية دي مقصود بها شنو ايش ايش تسوي تسوي شنو مع شنو يعني يا قصري يا عمر يا عضو لجنة تجمع المثاليين كده اشرح لي معلها شنو اتي كان عندك مخت عارفة صرفها دي شنو كان بيجيت غحاتية بجد يعني بقى مانة كده قبل ما تيجيت تتكلم فيني كده نشوفها كده شنو حمادوكي ما بتاكدر تعرفني ما بتاكدر تميزني او اقدر حزب ما بتاكدر تميزني تبسكت بيجيت حمادوكي خلاص ما اسكت الساعة اسكت يا قصري يا عمر ايش يقصدون بمعنى كلمة التسوية منو يسوي شنو ما عامنو في شنو ده عمل علينا دي الانجلاب خلاص احنا الانجلاب جربناه قبل تلاتين سنة شفنا البشير قلب اللحزاب دي نفسها عملت اتلاف زيدة الشحب تلاتة سنين ضاق الويل وامن ججج قلبه الشحب سكت لانه كان كرهان اللحزاب جاء البشير ورعنا كتاب بدون حروف بدون حروف التجربة دي نفسها اللي عملتوها الطراضي والتسوية عملتوها في ستة وتمانين خمسة وتمانين لحد تسعة وتمانين كان الخلاف داخل البرلمان لو شاء لكلب لو شاء لأسد والخلاف في انه العربات بتاعت البرلمان دي حقات حزب الأمة وما من نديها ده كلام عمر نور الدائم وهو الجلسات ما قاعدة في اليوتيوب تاريخي تسوي شنو مع انت سووك كيف يعني انت ما قلبوك انا محتار ما تجيب الانتخاب تعال بالشارع ليه انت ماش تجيبني دارنا اجيبك انت يا حرية وتغيير وحزاب عن طريق العساكر ليه انت مستغني عن الشارع ليه انت مستغني عن المواكب ليه انت مستغني عن المواطنين تعال اطلع قل ليهوني يا اخوان احنا دارنا نجي نحكم عشان شنو ورينا قل لنا دارنا اتصرارك فانك تقعد مع العساكر مع فوكلر مع السفير الامريكي مع المبعوث الغطري مع المبعوث المطري مع ما خليتوا رسول في الدنيا دي ما امن تبقوا إلا رسول الله اي زول يرسلوا لكم بتأمنوا والله اجتماع المبارع حقيقة كان تناقش الاجتماع وكانت الاطر إلا رسول الله ده بس اي رسول يجي تسودان ده الناس بيقى التأمن فطلر مبعوث ما هو مبعوث ده شنو مبعوث من القوى الاستعماري شنو يعني استعمار شنو يعني استعمار انا بعين في الاستعمار خواجات ده الجونة هنا لانه الاحداث الحاصلة الان في في النيل اللزرق وفي الموت فقالوا ده بتشبه الابادة اللي حصلت في في رواندا طبعا يعني لانه الناس اللي بتقول الكلام ده حقيقة واحد بيطلع بيورجي علاقة رواندا بالسودان شنو العلاقة الرابط شنو الرابط شنو عشان انت شفت ناس قتلوا ناسو حرقوهم وكده طيب نرجع ويري شوي رواندا دي استعمارتها فرنسا عرفت كيف هيا صرفة الدول الفرانكوفونية شوني يعني يعني فرنسا سيستيما في الاستعمار عنيف بتغير السيستيما أسر واندر بتتكلم فرنسي أفريقا الوسطى تشهد دي دول استعمارتها فرنسا احنا استعمارتنا بريطانيا بريطانيا احنا قاعدين نتكلم انجليزي حسي لا ليه السيستيما مصريين بيتكلم انجليزي لا لكن بريطانيا طريقته في الاستعمار طويلة الامد يعني حسي حمدوق دجاك شال جواس شنو بريطانيا ليه صفة اتحاد الاوروبي طلع قالوا بريطانيا عشان بس ميرموا على التهمة هي بريطانيا لسه محتلة كندا استراليا ساء مستعمارات حقتها الكنجل المات دي كان مقدور الكوكب ده كلها جنو طيب الاستعمار البريطاني بيمشي بالراحة والراحة في امتني يعني ما جقال للسوداني غيروا اللغة بتاعتكم لكن بدأ شوية شوية غير المنهج يعني حسي انت ما ممكن تضع للزول في منهج الكيزانة اللي بتقوله عليه ده منهج اسلامي بتاع المدارس هو ما كان منهج اسلامي بيحفظوا قرآن خمسة اجزاء لكن ما بقرروا التجويد وترتيل يعني مفتاح القرآن التجويد والترتيل ما كان بقرروا كتب توحيد احفظ بس تعال سمع الصباح في الشيطة تنجلد حفظتك انت بتحفظ عشان ما تنجلد هو ده قرآن كتاب مطالعة قدسيته ذاته انت ما عارفه وده السيستيم هنا الاستعمار البريطاني الان ماشي تمام ماشي تمام بتعين في مظاهره جزء ما قال لنا الرئيس البريطاني غيروا لغة الشعب السوداني من اللغة العربية قال لك العربية ده لغة العروبة والاسلام العروبية اتفق معك ولغة المحتلة العربي اتفق معك ده رزق لك سؤال رايك شنو في لا اله الا الله محمد الرسول الله انت 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 هاي حتقرى بياتو لغة ده لغة الغرآن لغة الاسلام ده لغة الغرآن ده علاقتنا بالعربي جابه عرب جابه فرس جابه صينيين انت رايك شنو في ما تعمل لي فيها مثقف جزء الحس في ندوة قال يا اخي احنا ما دارنا درس اللغة العربية ليه ما تدرس قال دي ما لغتنا الام اما اما كنت بطريقتك احنا لغتنا الام في القرآن ده فلما نتفصل الزول من اللغة بتتكلم معه باللغة العامية بتاعت السودان دي والرندوك واللغات الاستعمار بيحي اللغات الميتة فجل استعمار الجديد بتاع الماليشيات ده قاله والحاجة نحي اللغات الميتة حنتفاهم كيف مع بعض حنتواصل اجتماعيا كيف الموروث شنو الترس شنو حسن لو دار نجي ما انا ما عارف اللغة دي فيها علوم لحد 1750 نيوتين كان بتكلم لغة عربية نيوتين كان بتكلم لغة لحد 1700 الميلادية دي العلوم الطيب والفلك واي حاجة في الدنيا كان مكتوبة باللغة العربية والكتبوها زاتهم ما كانوا عرب بخاري ده ما عربي الامام البخاري فاستهن ما عندي موروث حيكون مرتبط باللغة دي ولا حتى القرآن انت سيشلتينين لكن بطريقة ظريفة العنصرية حقاتكم دي كيف يعني زول اسقط في امتحان الشهادة وما يتكلم لغة عربية دي اللغة بتحت الدولة وإحنا ما عرب خلاص صدقنا ما عرب إحنا والغبائل ما عند خلاص صدقنا الكلام ده لكن دي اللغة جامعانة تكون لغة الدولة ما في الراجل قادر يقوله الكلام ده لكن ده هو شغل الاستعمار إحياء اللغات الميتة عشان يفصلونا من بعض وما نقدر نتواصل وما يكون عندي حاجة افتخرباء ولا تاريخ ولا حاجة فشنو مكتوب تاريخ باللغات الميتة فشنو تاريخ فشنو دين نزل بيات لغة من ديل عشان لا لاتا ما تكون مفصول تزول متحضر يا زول ما لك ما لدين شنية هتتكلم هتكلم وين حس رسلت وردك بتكلم بأي لغة لهجة من الخمسمائة لهجة في السودان رسلت فرنسا حيضعد كم سنة عشان يتعلم فرنسا عشان بعد ذاك يخش السوربون وطلع لك زول مصر القريبة دي حيتكلم معاهم كيف اذا انت لغيت اللغة دي تواصلك في المحيط حقك هو قاصل هو ده بنفس في سياسة ما لانه هو يقل لي كلام ثوري والله يا اخي احنا ده كلهم لما نتكلم على الاستعمار بغاية استعمار لا لا هو ده الاستعمار ماشي معنا فالراحة نفس السياسات طبقتها رواند طبقتها فرنسا في الدول دي جاء براحة بريطانيا ماشية فيه لما انا اسألك الاستعمار خليلينا وتقول ليه يا اخي حلال بريطانيا عملت شنو بريطانيا خلت لينا مشروع الجزيرة والسكة حديد صروح يا صرف اقتصادية ما قدر ان انا صلا وهي عملتها لشنو والله يا اخي هي عملتها عشان تطلع ثرواتنا وتصديرها عندها فكرة حلوة لكن يا سيد يا جيد الاستعمار لما نبني الحاجة دي ما بنها لك انت وخدت ناس يحرسوها يعني هسي مشروع الجزيرة ده واطا مقسمة ابو عشرين ترعى جدول كنابي منته الموضوع غلبك تعمل في اكتر من 65 سنة ما قادر تعمل لك حاجة زي دي البريطانيين خلوا لينا بيوت سمحة بل ليه ما عملتوها ليه ما قومتوها العزار ده عزار متعونا شعب البكاية العزار ملوك العزار ما قلقون ما عملتو والله طبعا الصباح لقين الكهرباء ما تطع الكهرباء الكهرباء ما حاجة ضرورية بدون بيتموت كان ممكن تعمل مليون حاجة بدون وجود الكهرباء شعبتنا بريطانيا سنة 70 دي المشاريع دي كان فيها كهرباء ما تعملوا حاجة لكن لا ملوك العزار ما بنيتو البيت البنون لك خلوه لك مكتب التفتيش بتاع البريطانيين اللي خلوه لك ما بنيتو ليه ما تفصلت طوبات وطوبة كبيرة وعقد وتخد مفتش ليه ما عملتو ليه ما عملتو الحاجة دي لانه انت الزولة الحرسوك تخرب الحاجة دي السع دي اي كلام احصل اي اجتماع احصل في السودان اي مبادرة تحصل في السودان مصير الفشل مصير التدمير ما هي ما شالي اي مصلح في السودان قسي الناس بيقول ليه رايق شنو في اجتماع انا واصل مرحلة الوحش اي حاجة بتحصل ضد البلد دي مقتنع حزبين اتلاقوا اتلاقوا زي الوحشين اتلاقوا وحشين في الشارع اي واحد شالت اللايت ومشا بس ما بيطلعوا بحاجة مبادرة في النهاية بودوها للمستعمر السيد فقلر رئيس البلد البحثة الاممية دي اخواننا مما هاما التحقيق في جرائم الابادة والقتل السعدي بكرة يا حرية وتغيير اثبتوا لنا حسن النواة ورحمة كتب فوكلر دان قل له يا اخي كتلولينا 145 شهيد وإحنا عندنا صور وفيديوهات من صفحة السيد خالي السيلك في لقاء للمبعوث الامريكي داخل الصفارة الامريكية رفع له ملف بعدد الشهداء والجرحة والانقلاب وممارسات الانقلاب قلنا لو جدا الامريكي قال لك شون يا خالي السيلك انا ما حسيبك طبعا تقعد في كرسي بتعذف مسئولية في الدولة دي انا ما حسيبك ما حسيبك حقول لك الخواجة قال لك شون نشيل الكلام بتاع الخواجة ونمشي لفوكلر فوكلر بتكلم الشهيدة اللي خليت وغيرت وبروفايلاتكم ستة النفور حقها كيف كتلمنه نجي نتكلم في الكلام ده الكلام الخرابطة اللي بتتكلموها قاس ضننا وهم وتوحوا انتوا ما شاهدوا قعدتوا مع بيقول لك واحد المرفات كاتب لك بتاعجر بالدين كيف احنا بتاعجر بالدين انا ما قادر افهمك اسمه يسم زول مسلم ابو مسلم لا في العمة العمة اللي هو ما عارف ايشنو العمة دي اخوان اصلا مدعسة ده كفن واهلك الصوفية بيقول لك ياخذ زول اللي عنده سبحة الكوك ضمن كفنه عشان كده بتلقى شجوخ شفتها سبحة الكوك بتعريفها الكوك دي اللي هي من الشجرة بتاعت عصائي السيدنا موسى في كوك مصري في كوك تركي فمشي هناك جامعة الكبيرة امدرمان بتلقى سبحة عجيبة انا بيحبها لابس مصور يعني ما مصور ببنطلون وقميص وكده لا لا مصور بل العمة العمة دي كفن وكفن ده ميراس بنفتخر بيه اصلا يعني في عقيدة دين جاهز للي الموت في اي حد وسبحتك الكوك دي ما غالية بتشتري لك الكفن والحنوط وبتجيب لك العنجريب وبتشتري لك غبور سبحة الكوك دي ما رخيصة بالمناسبة واختياره لها وتعظيموا لها الناس وكده عسوس انها ما ينزل السعير زي الدهب تخدتها في رقبتك محل ما موتها تموت يا زول وبتطلوا السبحة دي بيشتري لك حنوطك ووحاجاتك بيزبطوك في اي دار من الديار الزول ده لابس بيقول لي يا أخي انت بالتاجر بالدين تاجر تبقه كيف انا قلت لك اخي المرة دي بيدعدل لي في دستوري في قال الله قال الله هي انا ما قلتها ولا قال البشير عشان هي تتحمس تقول انا غير للمرة وجندرة وكلام فاضي انت كيف ما تقيف معاي في الحتة دي متهمني انه انا بتاجر بالدين حلو زيارة محمد الفكي ليه الكبابيش ده الشيخ الكباشي مش مش على الشيخ الكباشي ياسر عرمان ومحمد الفكي وبتاع المؤتمر السوداني السفيه ده ومنهم ومنهم انت ليه ما تكلمت في دي مش على الشيخ الكباشي لاشنه وصل الفكرة حقاتهم بتاعت التسوية بيقدر اغنع كوادره والله يا اخوان احنا عشان السلام والرؤية دي والناس تحقين الدماء وابوي الشيخ والبرع اليماني و كنا في حضرة وقالوا فبيغنع انت مانت المش التتاجر انت ما رفضت اتفاقية الطيبة الجدي اتلاقيته في فاكلر انت ما رافض الاسلاميين اتلاقيت معك مع العمر اتطلع قال ما كل الاسلاميين مجرمين منه ما خالي السيليك سمعتني قلتها قلتها كلهم امشوا اموتوا بسوء الخاتمة ولا ما تفاهم قال فيهم كويسين منه ما خالي السيليك كان بروج بتاجر منه حسي طلعت انت تجار خشيتوا بكل الملفات عموما نقرانكم للدماء اللي كنت سبب فيها كفيل جدا انه انتو ما تجو تحلوا لينا المشكلة دا الموضوع ببساطة يا سيد به اشضاء تاريخك النضال وكتبت انك كنت واحد من الناس الحضروا فضل الاعتصام وما حبيت تتاجر بالحاجة دي والله انت تكون في فضل الاعتصام التسعة وثلاثين كانوا عملوا لك صلم في مطار الخرطوم لكن ما ايش كان حسيدي انت وريتنا ما تعجرتها ايضا قلت ما ما دارتها لكن وريتنا كنت دافنا السر وقبل ما تموت بيو قلت حسن تورينا حلو قد ياخي احنا ما دار انك تشارك في الموضوع شاركت قبل كده في الحل فانك ترويجت لانه تجمع المهنين غود الحراك غادنا ولبسنا لمنه تجمع الحرية والتغيير غادونا ولبسونا لمنه لحكومة عدم كفاءات غادونا ولبسونا لحكومة احزاب اللي هي مريام وعمر قمر الدين وخالي السيليك وابراهيم الشيخ عملت انقلاب قلت حمدوك معتغل ومختصب او مخصوب يعني مخطنه في الحمام مخصوب حمدوك يا اخي طلع ما مخصوب حمدوك ما طلع مختصب يعني او مخصوب قاعد في بيت البرهان بيراته والبرهان لما طلع قال انا كنت توسع معه وحسد غديت معه في بيت الضيافة وجاي عليكم في المؤتمر الصحفي حقه انتوا ليه ما تكلمتوا في الحتة دي يا اخواننا ليه بتتجاوزوها ليه بتتجاوزوها اسمعك حمدوك قال شنو ولا اجيكم بكر احسن عند حيات كتيرة جميل حسن احنا موضوعنا معاكم لا ردة لا شراكة لا تكلمونا عن تسوية لا حفظ دماء انتوا ما موهلين تقولوا الموضوع الحل يجي من غيرك في زول تاني في الشارع في زول استاس في مرة في البيت دار الناس مع رأي الناس انتوا ما دار الناس مع رأيكم بس دا كل الموضوع باختصار خلافنا مع اللجان المقاومة من 25 والناشطين قلت لهم بس اكتبوا ليه ورقة خالي السلك مايدق ما تقول ليه اعتقلوه مع اعتقلوه دا ما موضوعي ودي مايدقها انا ما دار اسمعان ودي دارت اسمعان ودي واحد مبارح كاتب لو قلت الاسد قلت النيمر قلت كده فانه ودي صالح خسيئتا وخسيئا ودي صالح والله ودي صالح في رئيس وزراء اجاب ودي صالح ذات وقارنا يشكي اللجنة في التحقيق مع ودي استلم قروش مع البدوي ومع هيبة ومع جبريل بكرة حشغل لك المؤتمرات اللي انت ما دار تتذكرها ودي نفسه اتهم ناس دول اللجنة حمدوك نفسه اتهم اللجنة اللجنة نفسها اتهمت مكتب حمدوك انت ده كلهم متجاوزوا بكرة حاجة اشغل لك عشان اذكرك بس فانا ادس الموضوع بينه وبينك كالآتي جربنا انجلاب ثورة حكومة انتخالية ما نفعت رأيك شنو نجرب انتخابات اثبت التاريخ يا لؤي دكتور لؤي عبدالله ويا ازهري ابو اليسر اثبت التاريخ ان النظام العسكري ما بيزاح الا بانتخابات قلمت قلت لك حسوي اي شي وحتطلع تأسي كلكم قلبتوا تنبزوا في اللحزاب بتنبزهم في الكلاب هاوس مغالب كنت اطلعوا في الفيس انا مش قلت لك برفعها منك فوق مش قلت لك هون الكلام ده ويا عندك خيارين يا تقول الكلام اللي بيقول فيه صرفة يا تنبزني ما عندك حل تاني لايف كده تطلع تقول ما في زال فاضي ليكم حس انتوا بتتكلموا عن الشارع الشارع انقسم يا اخوان الشارع حس في ناس بيقول لك والله يا اخي خطاب حمدتي الاخير ده اللي هو قال انه هو ولد تقابة وولد كده وجاي يحفظ الدين شوف يا حمدتي انا حلعب معاك جيم ديرتي مش دارين جيم الديرتي انتو انا بوريكم الشغول القرف ماشي معاكم براحة براحة والناس اللي بتدافع عن حمدتي وجبريل قاعدين نرود عليكم ببياناتهم وبكلامهم بتجاهلون تمشوا تفتحوا موضوع تاني جديد يا اخي قبل كده في ناس طلعوا قالوا المخدرات الدخلت دي حقة وزارة الصحة حقة القحات جريدة الانتباه جابت حركات مسلحة استوردت مخدرات وقالت بغرض التدريب وسكتوا فكوا المخدرات الناس سكتوا قالوا انه القاحاتهم ما جابوا القاحات جابت الحركات المسلحة دي جبريل ابراهيم طلع قال يا اخي انا الديت العفيت والدخول من الجمارك بيطلعوا البدافع عنه بيقولوا بغض النظر عن اختلافنا مع جبريل ابراهيم لكن هو برضو لا 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 انت ليت استخدم غض النظر ما غض النظر السورة والتصحيح ده قام عشان موضوع غض النظر ده اساسا قامت عشان كده التحلل ده التحلل جتكلمنا في عبد الرحمن الخضر طلعوا وقال عبد الرحمن الخضر لو في زول عين محمد الحلاوي قال لي وجده اشرف منك طيب يا سيد وجده يا محمد الحلاوي بكرة طيب الهادي قال لي دعوة دعوة ما قاد اعمل دعوة يا زول بتكلم في لايفي ده وارضو الليلة دي شنو ديتو الدياج ده فاكنو لي كده اول مرة اشوف التعليق قد والله طيب جبريل ابراهيم طلع بي نفسه قال لي يا اخه انا والله عفيت ودخويه ده تجاوز وده فساد قالوا لا انتو قاسدينه دي عنصرية ياخد موظف بتاع دولة وانت براك نفسك تطلع تقول بيغض النظر ليه بيغض النظر ليه لا ما حنغض النظر جبريل اخطأ دارينا حاسب وما نتكلم انت تمسك المعارضة وتمسك الحكومة انت الجيرسة اللي بيساوه فيه لا خلوها طيب يا واحمد تقال احنا جينا نحمي الدين ونحرس الدين قال لك ثالثا استلم الاستاذ علي جيلوب نغيب المحامين مسودة مقترحات تتعلق بجندرة الدستور الانتقالي انتهى الموضوع ومش حميات تقال جاي يحمي الدين والكيزان قالوا داري نحمي الدين وانصار الصنة ماشين يقعدوا مع السفير الامريكي عشان يحمي الدين دا استلم علي جيلوب مقترحات تتعلق بجندرة الدستور الانتقالي قامت باعدادها مجموعة نسوية ونساء الاحزاب السياسية ونساء المجتمع المدني مثلنا طيفا واسعا من الحركة النسوية في السودان كما عقد المركز الاغليمي للدراسات النوع بجامعة الاحفاد ورشد عمل حول حقوق المرأة في الدستور عشان ما يجيوا بعدين يقول لك احنا جاينا نحمي الدين دين شون اللي بتحمي انت يا حميتي قال احنا خريجين الخلاوي والتقابة انت فضيحة للخلاوي والتقابة منول بشرف بيك انت زول مجرم قاتل اولا بعثت لقنة التسيير بعدد من الخطابات الى عدة منظومات مدنية وسياسية وحملة السلاح ومنها حركة العدوى المساهمة عشان ما يجيوا واحد يقول لك جبريل اول زول عارض العلمانية في اتفاقية جوبة الدوه الوسيقة الجديدة دي وافق بيها ما جبريل براء واصبر عشان ما تجيوا بعدين احنا تقول احنا بالتهمون انه ضد الدين وفي ذات السياق قالت عفاف عضو نقابة المحامين على الدولة ان تلتزم بمبدأ استغلال القضاء وفصلها عن السلطة التشريعية والتنفيذية بما يحقق التوازن بين السلطة ويعزز تمثيل متساول للنساء في الاجهزة العدلية واتخاذ ما يلزم لضمان وصول النساء للعدالة اتدى كل ما شايفه يا حمدتي واكدت وزيرة العمل السابقة تيسير النوراني الى ان الاطار العام لمشروع المسودة جاءة كما يبدو الدستور العام مرتبا ومنظما متضمنا للمبادئ الاساسية واوضح تيسير المسودة جاءت متوائمة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة سيداء والجندرة بس عشان الموضوع السيجين النبي والحركات وقاصدينهم وجبريل وضد العلمانية وحمدتي طلع يقولوا انا ودى الخلاوي اطلع يرد على الكلام ده جندرة الدستور السوداني ما شاورونا اجتمعوا النسويات ناس حنان ومنخرى وصعالي قدال كويس وحمدتي حمدتي اول زول وافق على الدستور الميساخ نغابة المحامين قبل ما يقرأوا قال احنا بندعم الدستور بتاع نغابة المحامين وظهر انه ده متحالف مع الاحزاب وقحت اسألوا الموزيع قال له رأيك شنو في البنود بتاعته قال لسه ما اطلعت عليه ما عرفه جاي من النسويات وجاي من فوكلر ما بقدر يقول حاجة يهودا زول الكاتب وقال شنو يطلعوا يقول لك احزاب هاك هاك عليك الله اسمها زول الكاتب يوم 8 اكتوبر نقيب المحامين يعترف بمشاركة اجانب في وضع مسودة الدستور الانتقالي اقرى دكتور علي قيلوب دراجل سامي الهاشمي رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بمشاركة اجانب في كتابة الدستور الانتقالي وقال قيلوب في منتدى كبه الشايب صحيفة التيار ما عب ان يشارك اخرين في صياغة الدستور واكد قيلوب ان من كتبوا الدستور 90% سودانين و10% جانب تاني فشنو عمال اكتر من كده لكن دي ما الكارثة عشان اوريك ان كلهم خوانوا وكلهم تجار بتاعين دين جد جد اسمع بكرة حنعمل حفلة لزول قال ودي داشرف مني تمام ده بكرة براو بيام مشترك بين جماعة انصار السنة والمؤتمر الشعبي التأم امس الاثنين سبعتاشر عشرة الفين اثنين وعشرين لقاء بين جماعة انصار السنة والمؤتمر الشعبي بالمركز العام لجماعة انصار السنة بالخرطوم تناول اللقاء الاوضاع العامة بالبلاد التي تنتابها مخاطر النزاع يعني يتلقوا جماعة انصار السنة مع المؤتمر الشعبي دي اللي كانوا بكفروا ومعارف شنوه والترابي وبتاع لا لا السلاقون اتفق الطرفان على ان العدل هو اساس الحكم داعين في هذا الشان الى اقامة مؤسسات قومية لتحقيق العدالة الانتغالية دون اي تسييس لها او استقلال للسلطة من اجل التشفي والانتغام اكد الطرفان على ان الحرية والشورى مبادئ ملهمة لنمو والتطور الفكري والسياسي في مسلم دار طور فكري يعمل المسلم يطور فكري يصل وين انتو دي مصطلحات غريبة على انصار السنة والاسلام لكن ما في مشكلة وان الديمغراطية نهج معتدل لتداول السلطة سلما تتيح المواطنة لسائر ابناء الوطن دون تمييز او فوارق يحذر الطرفان اللي هو طرف انصار السنة والمؤتمر الشعب الاسلاميين من خطورة العنف بكل اشكاله ويدعوان الى الجام خطاب الكراهية الحزبي والجهوي والعنصري الذي يدمر السلم والامن المجتمع ويهدد الوحدة الوطنية يجدد الطرفان تأكيدهما على ضرورة قومية القوات المسلحة ويشيدان بدورها في حماية الثغور ويرفضان رفضا قاطعا اي محاولات حزبية لتسييسها ويدعوان في ذات الوقت لذنج كل القوات في جيش مهن واحد طمعا ما قالوا دعم سريع ما بيقدروا ولا حركات مسلحة يؤيد الطرفان التغيير الذي يحقن الدماء اي تغيير يحقن الدماء زي القايد وحزب النحس ناس ودي صالح وناس سيد به اشطى شف شف الملك المؤسس دل قالوا اي توحيد صف شنو يؤيد الطرفان التغيير الذي يحقن الدماء ويرفع المعاناة ويعيد الوطن الى المنظومة الدولية انصار السون المنظومة الدولية دي قصد باشنو الالتزام بالمواسيق والمعاهدات التي تعبر عن قيم المجتمع السوداني واخلاقه وتحقق المنافع المتبادلة مع دول العالم بالقسط لان محمد بن سلمان بهناك فاتحة محمد بن سلمان بهناك فاتحة عشان كده دل فتحوها ما شو لقوا السفير الامريكي قالوا لينا التزموا بالمواسيق والمعاهدات في ميساغرومة والمعاهدات سيداو والصلح الطبيع مع اسرائيل ويرسال الجيوش للليبيا واليمن انتم موافقين على الكلام ده ما في حاجة برسادة انصار السنة المحمدية ويؤيد الطرفان مشروع التسوية السياسية دار تسووه كيف يعني تسوو شنو سياسيا على الاساس الدستوري الذي ابتدرته المجموعة التي انتظمت بدار نقابة المحاين اذا كان حماية حاسي بيطلع بتبجح بيقول انا والله يخريش خلوة ده لنصار السنة الحافظين الستة كتب صحيحة والحافظين الشروحات والقارين وحافظين المصحف في 28 سند لحد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الناس حافظينه كده بس سند 28 نفر بين والمعاهد الرسول ده قال قال يؤيد يؤيد الطرفان الاتفاق مشروع التسوية السياسية وعلى الاساس الدستوري الذي ابتدرته المجموعة التي انتظمت بدار نقابة المحامين ويدعو الطرفان كل القوى الوطنية الاتفاف حول هذه التسوية إنقاذا للبلاد من الترد والتشضي والتشفي واستشرافا لمستقبل ظاهر وواعد مذكرين بقوله تعالى نقطتين غوس واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة غوس دي شنو دي بين القوسين دي قال هنا مذكرين بقوله تعالى يا أخوان القرآن بتكتف كده دي أتصورة يا تآية عشان ما يدوك يحاء فما كات بين قوله تعالى الآية صورة البقرة الآية رغم كده لا لا ما كات بين الكلام ده كات بيننا كده في خضم الموضوع بيان بيوريك إنه يعني دخط الإسلام اللول أنصار السنة كات بين الآية عشان ما تديك يحاء إنه والله يا أخي الموضوع ده فيه تشدد كده يا أخي الناس تمشوا ورى اتفاق النغابة المحامين عشان البلد ما تشزعوا بتاعه قال استشرافا لمستقبل ظاهر ووعد مذكرين بقوله تعالى ما في إن شاء الله طبعا صار السنة ما بكتبه معقولة تكتب استشرافا لمستقبل إن شاء الله حمدو كان قاعد يقول إن شاء الله ده ما كان بنا ومذكرين بقوله تعالى كيف مذكرين بقوله تعالى هالآية ما مكتوبة في بيانكم قال ختاما يدعو الطرفان الأطراف المتواثقة تجنب المحاصصات الحزبية وهو تاني محاصصات شنو ما عملوها في الاتفاقية وانت وفقت عليها التسوية دي ما محاصصات يا أنصار السنة تبتجروا سياسة بياتفتحة في الجسم نخر ولا العين ولا الأضان مكتوب بعد ده كله الأطراف تقعد وتعمل تسوية تسوية يعني توزيع السلطة بدون ديمغراطية وانتخابات انت فاهم الحاجة دي المبادرة بتقول نحكم البلد دي بدون انتخابات بدون ما نرجع للشعب السوداني بدون ما نستفتزول في تعديل دستور ولا غوانين المبادرة المبادرة بتقول كده تيجو في الأخير تقول يا أخي نحزر الأطراف المتواثقة تجنب المحاصصات الحزبية في حكومة الفترة الانتغالية والتفرر لترتيب أوضاعها لترطص وتصطف استعدادا لخوض الانتخابات المغبلة تصطف مكتوبة بتأس قائفة تصطف بالصاد من الصف بيان كاتبينه علماء حراس العقيدة واللغة والدين صفنا الأول لبس بدلة زول وماش ألاقى السفيرة الأمريكية قلع العمة والجلابية جيبينها لكن تصطف تكتب ليه بسين دمنه الحيوان الكتب المغالدة دمنه جماعة أنصار السنة المحمدية المؤتمر الشعبي الخرطوم أكتوبر سبعتاشر آآ عشرين 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 وتحد عشرين عشرين الحمار دمنه الكتبو إحنا في سبعتاشر أكتوبر عشرين اثنين وعشرين قبل كم يوم حتى كاتب عشرين عشرين ختاما يدعو الطرفان دار أوريك يا حمي عشان ما تطلع تتبجح والناس يقولوا لينا في البيوت طبعا البنبح وديل السبعة العظام والله أنا سوي البيوت كلها قاعدين مخندقين بيقول لك يا أخي كلام حميتي والله فيه نوع من البساطة شوفت بيتكلم بخاطبنا كيف الرصاص الرسول صلى الله عليه وسلم حزرنا من الدجال وأنا قبل كده كل مرة بعيد لك الدجال والشيطان حميتي نفسي سياسة الدجال تمشي مع الدعم السريع بتأكل ما تمشي معه ما بتأكل طلعوا النسوان والناس في البيوت والشباب يقول لك والله أكده ندي حميتي دفرو الصياخ عشان يواجه لينا يواجه منه الدين يهود أول زل فرط فيه قبل ما يقر الاتفاقية بتاعت المنغابة بتاعت المحامين الاعترف الزول الكتبه قال 10% كتبوه خواجات ما عيب ما دار يقول لك المركز البريطاني والألماني والمستشارة جابوه من جنوب أفريغي دا دستورنا حق السودان وكلهم كلهم في منظماتنا سوية انشئت مراكز الجندرة بتاعت جامعة اللحفات دا ما دعمل في زمن البشيرة 2003 ما تيجي تقولوا دي للإسلامين هو البشيرة اللي عمل لكم الحاجة دي ساميالهاشمي دي العيينة ووصل المراسب ديمنه والمؤتمرات البر كان بتحضرها ما البشير هو الأسس ليكم الحاجة دي ديتم واصلين فيها لما نيجي نحنا ندافع عن الإسلام يقول لك يدتو كيزان لا هو الكيزان لو كانوا دافع عن الدين نوعكم دا ما كان ظهر لكن هو المهد ليكم مركز الجندرة الحسي بيقول جندرة الدستور يعني جندرة القرآن الله قال يا أخي المرة اعملوا لها واحد اثنين ثلاثة الراجل اعملوا لها واحد اثنين ثلاثة طريقة الزواج واحد اثنين ثلاثة دي قالوا لا احنا عندنا رؤية دارين يروف في كتاب الله احنا بندافع يطلع بتاع نصار السنة يقول يا أخي يحرض الناس انها تقعد للتسوية حقنا للدماء لما الناس كان بتموت لماذا طلعت قدت حقنا للدماء ليه حسي انت كده دعوتك قعادك مع السفير الامريكي مع فوكلر انت الكلام دا ما بيحسب على الاسلام نفسه حسي جبنكم في الكلام دا المواسيق ما قد بياتوا مواسيق التقاصد ياتا الجنائية النسوية التقاصد ياتا واما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في مواصلة في كلامنا عن السيد الرئيس السيد وزير المالية وكلابه انا حقر اليك حاجة في مقططعة كده من اتفاقية الجبة اتفاقية الجبة طبعا ما فيها نص واضح يعني ما منتشر فكنا بنحنس محمد التعيشة اطلع ورينا الناس طيب ورينا مكتوب وين كامل انا عندي مجهود فردي صفحة من هنا صفحة من هنا صفحة من هنا وكل اسكرينات اللي كانت في صفحاتهم التسعة وتلاتين اللقطة جزء منها او التعليقات بتاعت الصحافيين يقول لك المادة رغم عشرين قالوا فيها كده فبعمل لها اسكرين محمد التعيشة ما ورهنا لها كاملة لحد ما زهب الى المزبلة فيها حتة كده سيد جبريل وانصار جبريل كده والاسمها ترمادول بتاعت الكلاب هاوس الجنة دع الرسني انا اخذتك بس في يعني مغام يعني مدير جامعة الخارطوم وفقا لاتفاق جوبا نجح جبريل ابراهيم في تمرير قرار يغضي بتعويض منسوبية الحركة الذين قتلوا او جرحوا اثناء غزوهم لمدرمان في عام 2008 اثر عملية العسكرية الفاشلة التي عرفت بالذراع الطويل بموجود اتفاق جوبا وتحت بند الترتيبات الامنية تتم معاملة جنود الحركة الذين شاركوا في تلك العمليات حسب غوانين الجيش السوداني ومعاملتهم كشهداء او جنود سابقين وذلك من ناحية توفير المعاشى الشهر والعلاج والاسكان في اتفاقية جوبا في التعويضات جبريل ابراهيم حسب انه عساكر استشهد في عملية الزراع الطويل الكلام ده للاجهزة الامنية وللناس اللي بيقول لك احنا والله جاهزين للدعم السريع والناس انا دار تديك استراتيجية اسمع بغضانك وخلي قلة الادب عزيزي القحاتي اسمع كلام ده ما حتسمع في حتة تانية اسمع انا حمشي معاك صوالة كده بالراحة بالراحة جبريل في الاتفاقية قال يعوضوا له الشهداء الماتوا في عملية الزراع الطويل حلو تمام يعوضوهم والتعويضات ده تمشي لأسر واعتبروهم رتب في القوات المسلحة يعاملوهم معامل الشهداء القوات المسلحة من ناحية المعاش والنوط العسكري والحاجات دي والعلاج والحاجات دي للمصابين ولأسرهم وقد غدمت الحركة كشفا يشمل أكثر من عشر آلاف جندي بعضهم شارك في العمليات حسب زعم الحركة والبعض الآخر تم قتله أثناء المواجهات ولكن التعويض سوف يذهب لأسرهم في حالة الذين ماتوا وقد غال سليمان صندل حقار رزو الحقار جديد وهو أحد غادث الحركة أن هذا هو أقل من المطلوب لتكريم تضحيات هؤلاء الرجال الأشاوس الذين صنعوا التغيير الحقيقي وأسقطوا حكم النخب في السودان في اتفاقية زولبيجي بعلق عليها قاعد في الغصر الجمهوري بقول يا أخي أصغطوا اتفاقية النخب الذين حكموا السودان حلو إلى الأبد وقد دعى سليمان صندل الأجهزة الإدارية في الحركة بسرعة تقديم المستندات المطلوبة حتى يتم صرف المستحقات في أسرع وقت ممكن وكذلك تسعى بقية الحركات لسير على نفس النهج وتقديم كشوفات تعويضات ويحدوها في ذلك سيطرتها الكاملة على المؤارد المالية وإنتاج الزهف في السوال وليس يجد غرارات جبريل إبراهيم أي معارض من قبل المجلس العسكري الذي يغوده الفريق السجمان بسبب مشاركة حركته في الإنقلاب ودعمه الحركة الإسلامية في الدولة العميقة للقرارات التي تتخذها والسبب لأنه وقف ضد لجنة زالت التمكين يذكر أن عملية الزراعة طويل حتى وقت غريب كانت تعتبر عملية إرهابية دبرها الرئيس التشادي دريس دبي وقد سببت في سقوط مدنيين أبرياء بسم الله الرحمن الرحيم السادة الناس اللي بيقول لك الدعم السريع دي إحنا بنقدر عليه الخطط الاستراتيات الخطين نهاي شنو خطين ثلاثة استراتيات وثلاثة تصورات من واقع الحاجة اللي حصلت في الخرطوم في ضربة قرن لما جون قرن مات الجنوبيين استباحوا الخرطوم ثلاثة يوم اللي عملوا كده لأنه بيفتكروا إنه الشماليين عنده نية في موتة جرن قرن رغم إنه 70% من الشماليين في لحظة موتة قرن دي كانوا بيعتبروهم مناضل وكانوا متألمين لي موتوا واحد فحصلت استباح للخرطوم ثلاثة يوم الحكومة حلتها كيف حلتها بإنه أبعد هذا الجيش نحفظ رغم واحد أبعد هذا الجيش لماذا قالوا الجيش فيه طابور خامس يعني فيه ناس من الحتات التي فيها مناطق تماث فيه جنوبيين فيه جبال نوبة فيه من ناس دارفور عشان كده الحكومة قالت إحنا لو دخلنا الجيش ممكن العساكر دي لإستخدموا الجيش والسلاح بتاع الجيش ضد المواطنين وضد الدولة فقاموا فقوا هيئة العمليات وجهز الأمن ثلاثة يوم دي الطريقة العالجوا بها السيناريو الأول يعني توقعوا نحسي إنه الدعم السريع ممكن يعمل نفس العملية بتاعة متدقرن وهم يصدوا لها بين نفس الطريقة يصدوا لها بين الإدارة وهيئة العمليات هيئة العمليات حلاها وجدي ومعاه حمدوك ومعاه ياسر عرمان ومعاه السبعة العظام والتسعة وتلاتين اللي كانوا بتطبلوا قام الدعم السريعي الشالة المواقع الاستراتيجية حق تهيئة العمليات من ضمن المواقع دي احتل حتة مهمة جدا اللي هو مركز الدعاء مركز الدعاء ده في جنوب الخرطوم قصاد أرض المعسكرات المركز ده داخلية عملوها للدعاء تدريبات بدربوا النسوان والبنات على شغل إنك تكون داعية وتأخذ العلوم الشرعية مبني بطريقة متقدمة ومولوه الشيوخ سعوديين وقطريين داخلية حق تبنات أربع طوابق وداخلية تولاد ثلاث طوابق مؤسس مجهز بشاشات بورجكترات كمبيوترات كراسي مكيفات سبلد سرميك أي حاجة جاءت شنو لجنة زالة التمكين شالة المبنين دي قدتوا اللمنو للدعم السريع أي زول ساكن في الخرطوم في الجنوب الخرطوم ممكن يجي مرة يشوف الموقع ده أنا ما هتكلم عن مراكز وتوزيع حياة العمليات المغرات بتاعت حياة العمليات توزيع استراتيجي إنه كل منطقة محسوبة عدد سكانة كم عشان كده بخطوا جواها عدد عساكر وآليات حصلت أي حاجة بطلعوهم دي استغلات دعم السريع أول حاجة يحتل الحتات دي خليك من المسكر بتاعش اللي شارت تحت الكبر بتاع بحردة الحتانة الدعم السريع شال المركز ده المركز ده الآن فيه أسلحة الجيش ذاته ما بيمتلكها قالوا نجد ما يججيش في الدعم السريع وبطلعوا بقولوا ليه انتو دارين تعملوا فتنة بين الجيش والدعم السريع أنا قبلت كلامك ممتاز أنا ما داسي الفتنة دي أنا ما داسي أنا بكره حماتي ده لوجه الله كده وما محتاج أبرر ليك ليه كتلوا سووا وعيد لك القصص الطويلة دي أنا كارها الزون لت عندك معاي مشكلة بتحب حماتي دافع عنه دارك حسي تشرح ليه الجيش قبل كيف إنه الدعم السريع يكون عنده أسلحة متقدمة زيدي دارك تشرح ليه قبل استغل الموقعين ديل ما حقاته ديل كانوا تابعين للمسلمين مراكز دعوة غير الخمسة وعشرين مؤسسة لقلعتها لجنة زالة التمكين وفرتقتها قنوات يا أخي غيروا الإدارة وشيلوها جيبوا ناس تواصل في عملها لا هم الغرض الأساسي قلت لك الاستعمار قال شنو بغير اللغة والدين لكن شوية شوية والموضوع ده لما شوفوا القيزان بالموضوع انت حرق دارفور دي لما نضربوا غريا اللي بموت منه يالله أقيف على الحيلة جاء فسؤال سهل اللي بموت منه في دارفور لما نحرقوا غريا بموت منه تلاتة نفار طفل ومرع وراجل كبير ما بقدر يتحرك ودافع عن نفسه صح؟ أيوه طيب الموضوع ده محسوب بالمناسبة اللي هو يفصلك من الجيل الفاتل كان بيقريك القرآن والخلوة والكان بعلمك اللغة والبروتك بالبلد ما في كلام زي ده فالحرب مخططة ماشي صاح طيب نرجع ليه موضوع السيناريوهات الممكن تحصل في الدعم السريع واحد منها الزراعة الطويل الزراعة الطويل جبريل إبراهيم غدر عدد شهداءه بعشر ألف ضربة الفين وتمانية الموضوع ده مرصود ومحسوب قال شهداء ليه لأنه نواجهه النظام بتاع البشير وساعده في سقاطه يبقى أي يزول واجه نظام البشير مات شهيد عنده قروش عند الدولة والردبة عند الدولة لأنه الحركات المسلحة مواطنين اللابسين كاكي لكن ما مدخلوا كلية حربية ولا معترفيهم في المؤسسات العسكرية قاموا الدهو الرتب ومعاش من الجيش أي شهيد مات 2013 احنا بنعتبره شهيد بنفس الاتفاقية بتاع الجوبة أنا الحقود الموضوع ده أنا قاعدك فيها حسي الاتفاق يدي ما شغال بيكم زي ما شلت يا جبريل نزلت أشيل تاني حاجة عملية الزراعة الطويل يا حقار صندل قلت عندكم شهد وحسبتوا الناس الماتوا في العمليات في مواطنين ماتوا من الحركات المسلحة هو دارفور بدت كيف بدت إنه في حركات مسلحة كانت بتغزوا مناطق زي الحاسي الحسي في لقاوة الجيش مشيرود عليهم الموضوع يتطور من هنا من هنا الجيش سلح ديل سلح ديل سلح ديل البشير سلح ديل ضد ديل البشير واصل في المخطط اللي هو خلق لنا حاجة اسمها سرطان حميد السيناريو بتاع الزراعة الطويل ده ما بنجح طريقة الرد في وقل لي لي ما قلنا ثلاثة السيناريوهات الزراعة الطويل وعملية قرن واللي هي ضربة حياة العمليات قدروا يسيطر عليها كيف في ضربة قرن قالوا ما بنطلع الناس لأنه والله جيش في طابر خامس لما نجات ضربة الزراعة الطويل حق جبريل إبراهيم قالوا ما بنطلع الجيش لحد العقيد بتاع سلاح المهندسين في مدرمان كبر الفتيح بطلع براوسا يقدب بابا وداول زول يستشهد لأن الجيش كله مخالف قالوا شنو قالوا ياخد الجيش في طابر خامس قام البشير عمل شنو غايدة لعلى القوات المسلحة الرئيس ما عارف شنو المشير عمر حسن أحمد البشير ساق وزير الدفاع بتاعه مش عمل عمره فتح ما ما دار يجي تحمل مزئولية دار الناس تموت ما عنده مشكلة ضحي بالمواطن يريد تلوان كانت جايب اليك الحركة بتاع التاتشارات الستمية متحركة والغنال الفرنسية وكله جايبوه البشير ساق مش عارف الله في يوم الضربة دي السيناريو ده هم قالوا يا اخي بنفس الطريقة دي ممكن إذا الدعم السريع عمل أي غزوة إحنا حنواجهها بالطريقة دي طيب اسمها عملية الزراعة الطويل يعني خليل إبراهيم كان دار يوري الناس إنه أنا والله يدي طويلة بقدر أصل الخرطوم ما كان غرضه يستغير وبعدين هو ما كان متوقع يلقى تأييد شعبي تاتشاراته لما اندخلت من جنوب ام درمان لقوا الناس طلعوا لهم في الشارع وأيادوهم هو ما كان حاسب دي لكن الدعم السريح حسبه وعشان كده الخطوة دي عمل لك منه العمدة لما انجقال حميتي دخط أحمر هو ما بتكلم مع الدعم السريح هو بتكلم مع المواطنين بتكلم مع القبيلة حميتي دخط أحمر أكبر قبيلة في السودان الريزيقات تعداد سكانهم في الخرطون كم لما الغايد حقهم يقول لهم يا أخي الدعم السريح دخط أحمر انتهى الموضوع انتهى يا بيبي في غزوة الدعم السريح الجاية الدعم السريح العساكر بتعنيه طلقة واحدة ما حيفيكوها وحينتصروا كيف والله يا ما بقدر أوريك يا بيبي السيناريوهات الموضوع عملية الزراعة الطويل جبريل إبراهيم ما كان غارضه يستغر كان اسمها زراعة طويل دار يعمل له عمله وتخارج وفعلا عمل عمله وتخارج فقد ناس ماتوا انتهى طلعوا له منه هيئة العمليات حسنا ما في هيئة العمليات ما في لواء الزارة الجيش في طابور خامس الجيش حسنا انت بانع له حسابات في موضوع الدعم السريح يا شعبي السوداني لا لا أنا أطمنك الجيش لسبوع الفاتحة السيد مالك عقار خرج دفعة من الحركة الشعبية اللي اندمجت في القوات المسلح والأجهزة الأمنية انت جبال أبي التمرق الجيش ده لجبريل إبراهيم قلت الجيش في طابور خامس صح كانوا لابسين كاكب تعجيش السوداني جنوبيين ومن دارفور ونوبة مواطنين سوداني لو كدك ما في اي حاجة ما في انفصال ما في اي حال 2008 الليلة رأيك شنو انه الحركة المتمردة يعني اتمردت ضد الجيش الجيش عمل معاية اتفاقية ومصالح دخلهم جو الجيش عديلي دي لانت بتبني عليهم حسابات ابقى الجيش كله برا لما انتحصل وده جيش بتاع استعمار ما جيش حماية مواطن لما تجي الحارة بيقول لكم والله طبعا الجيش كله طابور خامس أنا ايش دخلني بدك 70% من ميزانية السودان من سنة 56 ما حصل مرة حتى اجتليك اللي طلعت ليه بالحجة دي والله ما بنمرق الجيش لانه في طابور خامس مدخلهم ما لك طيب مدخلهم ما لك اتفحص جنودك وتفحص انهم حتى لو من دارفور ولا جبال النوبة ولا من ولد عقار زاد ما تفحصهم امنية يشوفهم بنفع ما بنفع ما تخليه عشان تحتاج له لا تقدر تحمي به مواطن في جبال النوبة في طابور خامس تودى الجيش دارفور في طابور خامس تجيو الخرطون في طابور خامس الجيش ده أنا زمان كتبت بوست 2015 قلت الجيش ده يتحول لمنظمة مجتمع مدني يقطعوا النسوان الظلط وودوا الولادة الروضة واكفل على كده تاني بعيده حسي دي السيناريو بتاع انه فيه طابور خامس ده المرة دي طابور خامس رأسه عديل فيه عقار تاني فيه فيه عقار أنا عقار ده لا معترف باتفاقيته لا معترف به لا أنا مقتنع بالحاجة اللي حصلت ولا واضحا الكلام ده حسي انت مسكتون الإشارة وسلاح الإدارة ولا دخلتون جوه خلاص ودفع فيها 700 ولا 800 نفرديل ما برقب بسقطوا الخرطوم فغزوة الدعم السريع السيناريوهات للتصدي سيناريو الزراعة الطويل اسمه الزراعة الطويل ما كان جاي يستغر الدعم السريع بتقدر تمرقوا من السودان كيف خطتك شنو يواجهه المواطنين مواطنين حيواجهه مواطنين أسلاً قبل الدعم السريع ما يشير كلاشو تجي تفتح بوابات الغيادة العامة القفلة منه انتو الغيادة العامة في فضل الاعتصام لسه ما دارين تجاوب السؤال ده القفلة الأبواب يوم الغيادة العامة هو اللي حيقطع النت وهو حيكفل الأبواب ده ذاته ركز معاي النت حيقطع في الشهور الجاي ده المرة دي لما سقط البشير ما قطعوا النت تسألنا الفاتعروا ليه ما قطعتوا النت وقطعتوه في فضل الاعتصام ولما حصل الانجلاب قطعتوه برضو الموضوع ده مريب لكن طبعاً 39 فاضين من الورجغة واجهه أشرف منك يا أخوة والله انت مسكين يا بابي انت هسي بتكون بتجعر في منفوخة قاعدة السعودية هسي بيدقوا لك خروج يا صاحبي وبتجي هسي دي يلا بتعارف النفخ وشرف وجي ده واجي قام سلموا لجنة ذات التمكين سلموا المركز الاستراتيجي جنوب الخرطون الاسلحة الفيهو دي انا دار اعرف الجيش وافق عليها كيف السيناريو بتاع قرن الجنوبين عرفوا انه رابطهم مع الشمال كان قرن يومه المات بقى ما عندهم وجود هنا هم عارفين واختاروا الانفصال من اليوم دك غرروا يخربوا واشي يعني مرقوا جبريل جاي يعمل ليه عاملة ويتخارج الدعم السريع بيفرق السيناريو استغرر اول حاجة مواقع الهيئة العمليات في كل منطقة عندهم موقع الموقع ده بيبعد خمسة دقائق وربع ساعة عشرة دقائق من المراكز والحتات ذات الرمزية السيادية بعرفوا يؤمنوها كيف ينطلقوا كل حتة خطين فات 13 الف عسكري 16 الف توزيع توزيع مدروس جيشنا لا لا بايع جيشنا لا لا ما تقول ليه المعنى الموضوع ده انت ما دارت خطين علاقين جميل السيد جبريل ابراهيم قال يا اخي دار عوض الناس اي زول يا اخواننا عنده شهيد في 2013 اي زول عنده شهيد من 1989 اكتبوا في ورقة تشيل الورقة تمشي مجلس الوزراء تشيل معاك الله يفدع والشيل معاك نسخة من اتفاقية الجوبة المكتوب فيها الحاجة دي اي زول مات في السودان ده خاء ضد نظام البشير اللي امرق اي زول في غريا مات انا دس يا سكان المعسكرات في دارفور والناس حقك وما جه يا اخي بس بالكلام ده مكتوب في الاتفاقية جبريل عوض عساكر وعشر الف ماتوا في الخرطوم بيتين الخرطوم دي فيها مواطنين وابرياء مكتوب كده ماتوا في عملية الزراعة الطويل اي زول عنده زول استشهد في عملية الزراعة الطويل 2008 اللي يجيب ورقة ويجي طوالي زي ما جبريل دار عوض الناس في ناسك كتلوا مواطنين لحد ما وصلوا الخرطوم دي كتلوا في اي حدة جوا الخرطوم دي كتأي زول تضرب فيه 2008 تطلع ورقك وتأخذ شهيدك كالراجل كامرة حياخذ ردبة في الجيش ومعاش وتأمين صحي لأولاد واي زول يصيب ولا شنو يا جبريل انت ما سقطت البشير برك ده موضوع تاني ناسك سقطوا ناس مواطنين دارين حقهم كنت قاعد افكر يا مالك عقار في اسمك دي جميل وين طبعا اهن في جبال النوبة تلفونك ويختاروا الاسم يعني اول حاجة تسمع فضانك بيسمي به وتلفونك ويكون معارف منه كده فمالك عقار دي قاعد افكر يا ربي دي جميل وين مالك عقار فمالك عقار دي شكله زول رباط بتاع مشاكل بيكون جاو واحد من الجماعة الماشين قام قاعد انت بتسوي جنينة قاعد له انا مالك العقار ها مالك العقار تمنو يا زول قاعد له انا مالك عقار فقام شالت فيه يعني اسم غريب جاوجة كيف تركيبته مالك عقار عقار دي شنو مالك العقار صح او الغلط في موضوع الظلم ده في موضوع بس داركم تسمعوه وبتركيز شوية وحرجع اتكلم عن الثورة الموضوع ده لازم نفتحه في الظلم مواطن سوداني اتولد فيه مستشفى حكومية حصل خطأ طبي اسمه احمد حصل خطأ طبي الخطأ الطبي ده كلفه انه ما بيقدر يتحرك حصل له شلل اهله تعبوا لحد ما ربنا سبحانه تعالى يعني وقفوا وقدر يمشي لكن حصلت له ضعف في النظر وصل مرحلة انه هو مصنف ما بشوف لكن هو بشوف ده بيسبب الخطأ الطبي ارتكابته الدولة في حقه الدولة المفروض تسانده تجيف معه صح؟ احمد مشى دخل المدرسة بمجهود اهله تعبونه وودوه يجيبوه لحد ما وصل مرحلة امتحن شهادة بيجيو استاز او استازة والاسماء موجودة وانا ما حخليهم بكرة طبعا اي زول عنده قصة مطابغة للقصة دي انتظر نفلايب بكرة عشان نشوف الحل شنو لحق الناس في البلد دي احمد ثلاثة مرات او مرتين في امتحان التام الليل السنوي الحمد لله امتحن ونجح ومجموعه دخلوا مدرسة حكومية لان المراكز الخاصة والمدارس الخاصة رفضت تدعمل معه دخل المدرسة الحكومية زي وزي اي طالب سوداني الدستور بيقول انه الطالب ياخد حق الحد الادنى من التعليم عشان يقدر يجيف وياخد حقه في او استاز قل له ياخدت نمتلي في حصتي في زول في السودان ما نام في حصة؟ احنا بالنوم الحزس كلها ما واحدة وهو حصة شنو واحدة الاولى بس الطابور بتتلب بالحيطة طيب مش يشوف شغلك تجي اخرى اليوم تتمم حدوكم شنو بتاع شنو؟ احيانا ما بتتمم صح او لا غلط؟ ده لا قال له انت نمتلي في حصتي؟ زول عنده وضع خاص وبيعاني وحالته النفسية ومراعاة الاساس زي فيهم الناس اشرار الله حيوديهنا النار قال له يا اخي انت نمت في حصتي الحال شنو طيب يا اخوانا؟ نمت في حصة الاستاذ خلاص احضر فيه لما ان الاساس يودوك حصة ثانية او او ادوك فصل ثانية قال لا طيب يا اخي حصتك ما يحضر يومك ذاته ما يجي قال لا قال ما يديره في المدرسة يعني زول وصل وعانى ومستقبله بيدافع عنه والبلد ما موفر اليه حاجة ودخل بيحقه مشى مركز في بحري اسمه المركز الغومي بكرة حقول باقي الاسم بس ادي التنبيه لما مشه المركز الغومي الاستاذة قالت يا اخي نعمل ليه تغييم لي مستوى المركز ده معمول للناس اللي عندهم مشكلة في التعليم انا ما كنت اعرف الحاجة دي في ناس بدعاني وانحنا ما عارفين والله وانصارع في الكراسي وفي حرية وتغير في ناس بدعاني احنا ما عارفين عندهم مشكلة في التحصيل على مختلف الاعاقات ومختلف يعني لازم تسمع الكلام ده الناس بدعاني وأهلهم بودوهم متعبانين مركز ده قال ما به هو الدولة ومنظمات اي منظمة عنده علاقة بالمركز الغومي بتاع بحري ده اللي رجونا بكرة دار الستيدمنت بترسلوا ليهم كم واخر السنة بترفعوا تغارير للمنظمات البرا اللي بتدعم بتقولوا شنو عن تحصيل الطلاب لانه قالوا له يا اخي المستوى بتاعه ما بأهله يمتحن ثلاثة مرات عطلوهم من الامتحان الزول كويس وقاري ومعدل زكاء وعالي وما عنده اي مشكلة الستاذة قالت يا اخي ما يمتحن اول مره صبر ثاني مره زول دار امشي الجامعة يا اخوانا يعيش وشين نفسه قالت لا ما يمتحن مشكلتك شنو قالت مستواه ما بأهله للامتحان كيف يعني يا اخوانا دار امتحن واسقط منول عنده الحق في السودان يقول لي ما تمتحن مركز معمول لزول انه عنده مشكلة في التحصيل ده ما مركز النور مركز النور الناس بيكونوا قطعوا شوط في القراية وطريقة القراية ده مركز اللي بيبدو ليه ويشوفوا موضوعه مشكلته طريقة الحلوها بيها منظمات بتدعم المركز عشان الحاجة دي ثلاثة سنين مع الطلاوة والسنة دي برضو مع الطلاوة وقالت ما يمتحن عملوا ليه تغييم تغييم ده شنو يعني الامتحان التجريبي الامتحان التجريبي الناس فهمنه غلط ما لا تغييم للطالب الامتحان التجريبي تغييم للمغرر وللدولة وللشرطة وللأمن وللطريقة تيصال الامتحان وهل بيقدر يصل ولا في ناس حركات مسلحة ولا زول يجي اعترض العربية والكهرباء الموية الحمامات امتحان تجريبي عشان نشوف انت بتقدر تأهل وتهيئ جولة الطالب مش نجي نشوف قرايته بس حمامات كن البتقع بالطلاب موية بتجيبوا لنا قبل امتحان الشيئ ده سقطوا فيه وكلكم مسكوا الزولة قالت ما يمتحن سنة اللولة التانية التالتة طيب المشكلة شنو؟ قالت والله يا اخي مستواه هما معمولون للمركز ده للناس اللي مستواهم تعبان احمد مستواه ما تعبان انت قاصده انت قاصده معاك الناس الاستاذ قال يا اخي دار تعملوا العملية دي الكلام عن موضوع احمد تدولوه ولا تعملوه قضية راي عام انا ما عندي مشكلة لان احمد ومعه 14 طالب انا بقى مانعهم منه وشوفوا لو انحتي يقروها ما هو المركز ما حقك حق الدولة للناس ذوي احتياجات خاصة اسموا كده وطريقة التعامل معهم خاصة عشان اهلهم يقدروا يواجهوا المجتمع واحمد حالتو دي وصل النتيجة لخطأ من الدولة في مستشفى طبي وما في زولة حاسب زي الاف الناس اللي بتحصل لهم خطأ طبي انا احتار تغييمه مستواه ياخي دار امتحن ويسقط انت اجتخل امك خليه امتح ده حقه ادنى حد من التعليم يمتحن بكرة ويسقط اعيد كده ليه يوم الدين لا مدرستك لا دولتك لا انت الوضع على الناس مستقبله ان تحدد يتغييم منه انا ذاتي بغييمك انت منه انت منه قاريا شنو انت انت مستواك يشنو ذاته اصلا عشان تحدد ده يمتحن وما يمتحن تعرف ليه عشان امتحنوا مجموعة من الطلاب المميزين يجو اخر الثاني يقولوا والله مركزنا ده حصل على الدرجة الاولى هو المركز معمول اهل الناس ذا اللي واجهه المجتمع الناس المحرومة من حقوقه ديل 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 حيمشي وين يعني انت السيناريوكي لما انترفضيه من المدرسة وديرفضوه من المدرسة الحكومية ويرفضوه من المدرسة الخاصة واهل واجه بله حيمشي وين احمد والا 14 نفر معاه لانه ما عندهم اصوات ولا عندهم زول يتكلم بحقهم ولا فيهم زول يعرف صرفه كم الاف زول وده اللي يطلعوا علينا بتاعت المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني ال 29 يقبضوا المية مليون دولار يعملوا علينا غنوات ووزاعات يا ماذا ربوا الاسمه الكلام ده يجيف الناس ده يجيف الناس ده باكر ان شاء الله بالاسم اي زول اجرم في حق الناس ده موضوع ده شخصي معي ما هخليك الغلط الصلح تمشي انت ذاتك يحاسبوك تنادي طالب تقول له اغيمك وتعمل له امتحان تحريك انا عرفني شنو انك عملت له امتحان عندك ما يثبت انك امتحنته في ورق ولا حاجي ولا بس طرته عشان تدخنته لي زول تاني ما بضمن انا سوداني بعده ما بضمن سوداني ما بضمن سوداني في حق الناس ده بيتاكلوه وبتشردوهم بالطريقة ما بضمنكم ما بضمنكم من المجتمع ده احنا هنتجين نتكلم انا قلتلك في ستة شهور القصة هتتغير الكلام الحسي ما عايز بك ده بتاع صرفه وصرفه انت وبتاع هتجي تفتش ولكن انا هكون حنين ورقيق معاك عزيز المستمع انا هتكلم تاني في مقاطع بتاع تحلول لانه في ستة شهور اجاي ما هتلقنك عشان رفاهية تسمع صرفه ما بتلقاه المقاطع ده هتمرقك بعدين كويس؟ طيب الليلة ذكرى 21 اكتوبر خطاب السيد حمدوك طبعا الليلة ما 21 سيد حمدوك لو بتذكروا الخطاب اللي قلناه فيه بتاع النجوم فانا الليلة دارت حفكم شوية كده سريح سريح مشيتوا قريتوا عن النجوم الخمسة دي كلما قريت وشمى النجوم والسحب ما هي حركة خمسة نجوم الايطالية التي تناهض التدخل العسكري في سوريا والعراق طبعا الليلة في رئيسة في ايطاليا جابوها جديدة والرئيسة دي قالت هي ضد المثاليين وهي قدوة موساليني وهي ضد الهجرة طبعا دي شهرات بيرفعها زي حال حالة ترامبية ديك فاستلمت الليلة في زول كان بمشي ايطاليا اسمه حمد دي صح؟ حلو فانا دار احكي لكم عن النجوم الخمسة والموضوع دا استمراره سريع كده تحول جيش الولايات المتحدة يحتوي هذا الغسم على نص المجال العام مأخوذ من تاريخ امر الاشارة الخامسة المؤرشف اثنين عشرين خمسة 2011 منذ 2011 اصبح دور قيادة الاشارة الخامسة كذراع اتصالات اكثر اهمية في الجهود المبزولة لدعمي شنو كده معرفة تستمر عملية بناء البنوني المعلوماتية في اوروبا كجزء من الجي اي جي الاكبر في التطور يعني النجوم الخمسة اللي عملها حمدوك دي الاشارة دي في العالم كله موجودة فانا في اللايف دا قلت لكم انه حمدوك بوصل الاشارة للناس برا انه الانقلاب الجايد حقنا وعلامة النجوم الخمسة بتستخدم في السجون المساجين بيستخدموها بيقولك انا مسجون هنا بعلم الناس دا البر دا وانا ما احمي انا داخل هنا احمي ناس برا وجوه عنده ناس بالنجوم الخمسة دي العملية العمل حمدوك كان بوصل فيه اشارة طيب فلما انتجي تشوف مقال مخيف جدا يعني تجرى كده تستغرب قل لك ادت جورجيا ميلوني السبت اليمينة الدستوري الرئيسي للوزراء ايطالية تكون اول يمينية متطرفة ترأس حكومة البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حركة النجوم الخمسة ويكبيديا تمشي ويكبيديا تقرأ عن النجوم الخمسة اركز حركة النجوم الخمسة الايطالية هي حزب سياسي ايطالي تأسست حركة النجوم الخمسة في اربع اكتوبر 2009 بتوصل في السلطة ليه انا بقرأ في الكلام ده عن النجوم الخمسة وايطالية واللي ليه مذكرين انتو بصر النجوم الخمسة وحسي ايطاليا صح؟ اسمع الكلام العجيب ده الخارجية الايطالية قلق من الانقلاب العسكري في السودان ايطاليا تبدي قلقها من الانقلاب العسكري على حكومة مهد الديمقراطية في السودان معي انتو يا اخواننا هذا الكلام ده يوم ستة وعشرين عشرة الفين واحد وعشرين اول دولة ادانة الانقلاب كانت ايطاليا طيب الايطالية نيوز السلسة ستة وعشرين اكتوبر الفين واحد وعشرين اعربت وزارة الخارجية الايطالية عن قلقها بشأن الانباء الواردة من الخرطوم فيما يتعلق بالانقلاب العسكري ضد الحكومة المؤقتة بغيادة عبدالله حمدوك وقالت فارنيسنية في بيان انه على الجانب الايطالي نأمل بمساهمة من الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريغي والهيئات الاغليمية الافريغية من اجل العودة في اقرب وقت ممكن الى روح عملية التحول الديمقراطي في السودان مع دعم المجتمع الدولي وكان الرئيس مجلس السياسة السوداني عبدالفتاح البرهان قد اعلن امس الاثنين فرض حالة الطاري في السودان وحل المجلس السياسة والوزراء من جهتها دعت نائبة وزير الخارجية الايطالية مارينا سيبريني الى العودة الفورية الى روح عملية التحول الديمقراطي كما سادت المخاوف وعرب عضاء عن التطلع الى الفراج الفوري عن عبدالله حمدوك علاء وعلى ذلك سادت خيبة الامل بين عضاء الحزب الديمقراطي الايطالي وكتبت ليا كورنابيلي مسؤولة اربو وشون الافريغية الموقع شنو كده معرف تويتر هكذا انتهي الربيع من جهتها يطلغ النايب بيرو فرنيس ورئيس لجنة الشيون الخارجية بالبرلمان الايطالي نداء حول التطورات السياسية في السودان ويجب ان لا يتوقف التحول الديمقراطي كما سادت مخاوف في الاوساط السياسية الايطالية وقالت مذكرة لاعضاء مجلس الشيوخ الايطالي عن حركة خمسة نيوم الله يا صرفة الله يا صرفة الله 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 سكتكم بعيد ما طلحت بيكون صولة لما في ميتنا زيجو انا بس اريد جدح فيك يا بيبي كما سادت مخاوف في الاوساط السياسية الايطالية وقالت مذكرة لاعضاء مجلس الشيوخ الايطالي عن حركة خمسة نيوم اول زولة ادانت الانجلاب بتاع حمدوك مش حمدوك عامل خمسة نيومات في حزب طلع اسمه حركة في مجلس الشيوخ الايطالي اسمها حركة خمسة نيوم نعرب عن قلاقنا الشديد اذا الانجلاب العسكري في السودان الذي يهدد بعرق لدعملية التحول الديمقراطي في البلاد وعرب الاعضاء عن التطلع الى الفراجة الفور عن رئيس الوزراء حمدوك والتوصل الى حال سريع وسلم للازمة الحالية والثلاثة حاجات عملوهم طلعت في حركة اسمها الخمسة نجوم والشارة النجوم الخمسة الخمسة بتاعت القوات الخاصة الامريكية المقار حقها طلع دي الفرقة المكلفة بالانجلابات يعني حس انت لما انتسأل السفير الامريكي قاعد في السودان ما لان امريكا عملت الانجلاب ده قد تتفاصح كتير جينا ونحن ضد الانجلاب كلهم جابتكم امريكا طلعت الحركة القوات الخاصة الامريكية النجوم الخمسة الاشهر لا برضو حمدوك دي طلعت الرئاسة حقها في المانيا سبحان الله المكتب بتاعهم طلع في حامل السفن القوة الخاصة دي ما عندهم حاجة مكتب في الواطن طلعوا قاعدين في سفينة يجيك زي وزير النقل فرحان يقول لك احنا ما هدنا الطريق الى السفنة الامريكية الحربية ترسوا في ميناء بورسزان وطلع واحد كلب قاحاتي يقول لك والله يا اخي ده كلام بتخدم الكهزان انت حمار ولا شنو شفت وزيرك عمل شنو كنت بقول لك شنو ان انا بمهيد لو عمل الحاجة دي للسفنة الامريكية جايب بيترول وجايب دقيق ممكن طلعت السفينة وبعدها جات قرشت الفرغة الخاصة اسمها خمسة نجوم الامريكية المكلفة من السبعينات بتغيير الانظمة طلعت مكتبة زات مكاتب وساكمين في حامل الطائرات والله ترابط عجيب والفرغة نجوم خمسة بتاعت ايطاليا ادانة الانجلاب وقالوا يفكوا حمدوك والعودة للديمغراطية والتحول السلمي اللي حل الأزمة التلاتة حسية هي التسوية اللي بتكلموا عنها والوفاق احنا الكلام ده ضده اخوان دارفهم يفهم والما دارفهم ما يفهم خطينا اسس للحاجة دي عدالة جبريل دار تعوض حركاتك من قروش السعب السوداني عوض لنا اي زول كتلاته اللي انغاس نقطة عرب انتهى ناسك حقهم يصلون وياخدوا الشرف بتاع العسكرية واي حاجة اي زول كتلاته البشير ده يدو حقه بس موضوع ده ما حنخليه الناس المظلومة احمد واخوانه لازم حقهم يجي من بكر الكلام ده ما فيه اسماء الناس اللي شاركوا في المسألة دي ويترسل وفد من المنظمات للمراكز دي يعمل تحقيق في الحاجات دي شيلوا قروش الخواجات وفنها تركبوها عربات يا جزم واخر حاجة يعني دارة اتكلم مع القاحات المندسين والدعم السريع المندس كنا نتكلم عن خالد ابن الوليد وشبهه خالد ابن الوليد ب حمدتي والرسول صلى الله عليه وسلم قال خالد ابن الوليد سيف من سيوف الله المسلوء سلة على الكفار والمنافقين فانا سألتهم قلت لهم طيب خالد ابن الوليد مات في سريره ليه يعني سيدنا خالد مات ليه الروايات متعددة انه يعني في زمن سيدنا عمار وسيدنا ابو بكر فتنوا به الناس انه جيش فيه خالد ابن الوليد منتصر طبعا منتصر يعني فخلاص الناس اعتقدت انه اي جيش فيه خالد ابن الوليد حينتصر فبيقولوا مش الحرب يعني يتواكلوا ده سبب وانه يعني ربنا سبحانه وتعالى بدي الإنسان مكان معين عشان الناس ما تتفتم به وتضغى به فعشان كده مات في سريره وهو قال شنو سيدنا خالد بن الوليد قال لقد شهدت مئة زحف أو زهاء وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء رضي الله عن سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول عشان كده ما مات في المعركة سيدنا خالد بن الوليد رسالة مني أنا لك في عليائك ربنا سبحانه وتعالى لا يرتضي لسيفه أن يكسر أو يسحق أو يؤسر أو يدنس عشان كده سيدنا خالد بن الوليد ما مات في معركة اسمه سيف الله المسلول دمنه البكتلو دمنه البكسيرو دمنه البدعانو سيدنا خالد بن الوليد شرفه مات في السرير وأشرف مننا سماه الله سيف ما كان سيف الإسلام ولا سيف النصر ولا سيف لا لا قال أموتك البعير لأنه انت سيف الله انت سيف الله ذاته منه البكتلك منه البكسيرك منه البكسيرك منه البركعك سيدنا خالد بن الوليد يصل به ونشبهه به حمدتي وهو يطلع يقول لك أنا خريك خلاوي هكذا أقرأ لنا ثلاثة آيات من القرآن أقرأ آية جندر عارفة يعني شنو تسوي عارفة يعني شنو مساواة عارفة يعني شنو وما يطلع زول يقول لك في دفاعه عن حمدتي بغض النظر عن الجرائم اللي ارتكبه لأكن وجوده لا ما حنقود النظر ما حنقود النظر عن أي زول ووجودكم حسي كلكم ما مرفوض سيدنا خالد بن الوليد قال يا أخي أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير وذلك المنخل اللي يشكري قال لك في البعير يعني بس نخفف على نفسنا قال دخلت على الفتاة الخدرة في اليوم المطيري ولثمتها ودفعتها فتدافعت مشع القطاط على الغديري ولثمتها فتنفست كتنفس الضبي الغريري وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري البعير سيدنا خالد بن الوليد شباه نفسه البعير والله يعني لأنه هو أسعي فالله ما بتكسر ما برقع لا يمكن زول اقتله لا يمكن فهمتو ضلالين